طب النهاردة لو تكلمنا يعني والسؤال الأكيد ما فيش ستوديو تحليل وما سألوش بس احنا محتاجين برضو نعرف وجهة نظر حضرتك في ده لان اختلفت القراء يعني تبعت الستوديات التحليلية بعض منها يعني اختلفت القراء البعض بيقول وانا مفروض ابدأ المطش ازاي رأي ميل او يعني فيه كافة بتكلم الناس منهم بيقولك لا انت لازم تلعب جيم مفتوح وتبتدي ان انت يعني اتهاجم بس الناحية التانية بيتقال لا مطشاط المهمة والكبيرة انا ما ينفعش اعمل ده ولازم مع الهجوم يكون فيه دفاع انا اصح بصي المبارات اللي زي دي مبارات قوية وملعبة كبيرة ومبارات مهمة وحساسة فمنفعش ابدأ كده افرت سدري وابدأ من الاول هي المباراة لازم تتأسم يعني تتأسم على شطين المباراة طبعا ده لا يغني عن ان انا لازم ادي للمنافس برضو رسائل من اول المطش ان انا نازل اكسب وقوي والتحامات قوية واستحواز الحاجات دي مهمة جدا جدا بس اهم حاجة لازم انا اعتقد ان مباراة النهاردة ما نجريش ساحل عاج في الرتم بتاع المباراة السريع لانهم عندهم سرعات عندهم استحواز في لعبة كورة في ناس عندها خبرات فاحنا لازم يعني ما نجريهمش في موضوع السرع لو شوفنا متش تونس تلعب فرقة قوية جدا انما اتحكمت في رتم المباراة ما نجريش الفرقة التانية في السرعات والقوة بتاعتها بس ده مش خاطر يا كابتر حشيش فكرة عدم مجارات المنافس لما يكون بيستخدم او بيستغل سرعاته الملحوزة يعني بس هو فيه تفوق في السرع دايما عند الافرقة وبالذات الفرق وقوة تحمل والياقة بدنية وحاجات كتير جدا انت خلي بالك المباراة لها حسابات كتير انت ممكن تدخل في وقت اضافي ممكن توصل لضربات الجزاء فبرضو لازم توزيع الجهد من البداية مقدرش انا ابدأ المباراة ضغط مثلا من قدام لان الضغط العالي والضغط اللي قدام استهلج قوة لان العيبة بتروح تضغط من قدام فعشان ترد محتاجة مجهود جامد فانا لازم بس استكشف الاول يعني استكشف الاول للمباراة زي ما بقولك مع التأمين الدفاعي اهم حاجة لازم الخطوط تبقى قريبة جدا من بعضها منشوفش مساحات لان المساحات اللي موجودة مثلا سيء مثلا بين نص الملعب والمدافعين ممكن تستغل استغلال لان انت كمان بتلعب العيبة اصحاب اليقى بدنية عالية وسرعات ومهارات اساسية يعني بيعملوا الفارع عندهم لعيبة بتقدر ترقص وتروح فلازم يبقى اللعبة قريبة من بعض عشان المساحات ما تبقاش كبيرة وفي نفس الوقت برضو انت لازم من البداية برضو يبقى معاك الاستحواز ودايما اهم حاجة واخد الكرة التانية الكرة التانية دي مهمة جدا انها بتعمل احباط دايما للمنافس لما يمسكوا الكرة هو ويجي يلعب مثلا ولا في كرة مشتركة ويلاقي حد من لعيبة مصر مسك الكرة واستحوز تاني بتدي نوع فهاجمة مرتدة يعني بتدي نوع من الافضلية للفرقة فاننا لا انا راكب الماتش من البداية انا مش هسيب لك فاتهبط عزمتهم شوية فاتهبط عزمتهم شوية وتقدر من خلال بقى الاستحواز ان انت تقدر واحدة مثلا لصلاح فهما حاجة برضو ان اختيار اللعبة النهاردة يكون على طريقة المنافس او النقاط القوة اللي في المنافس ما تبقاش الحتة الدفاعية في نص الملعب بالتحديد لان كودفور اهم خط عندهم هو نص الملعب نص الملعب عندهم لعبة كويسة جدا استحواز قوة بدنية التحامات جمدة فانت في المقابل ان انت برضو لازم لعبة نص الملعب اللي عندك مش شرط ان هو يبقى النهارة الدفاعية قوية وبس لا ده لازم حد برضو يمكن صاحب ملكة ان هو يمسك الكورة وينقل ويستحوز وفي نفس الوقت برضو انت مش بتلعب هتدفع الفترة كلها بس هو انت ينفع تقف على كورتك قدام منافس زي كودفور وارد لو انا قريب منك كريم في الملعب اقف على كورتي معنى ان انا اقف على كورتي ان انا بستحوز على الكورة ولاقي زميل قريب مني ابصهاله ابصهالي تاني اخرج من حتة واحد على واحد لان واحد على واحد دي بتبقى صعبة معهم شوية في قوة وفي سرعة والاتحامات جامدة فان انا يبقى المنافس بس قريب الزميل يبقى قريب مني عشان اقدر انقل اظهر للزميل بلغة الكورة لازم الناس كلها تظهر لبعض الناس كلها تظهر لبعض دي هتيجي من ايه من انا عايز اكسب وحاطط هدف قدامي وعارف ان انا لازم اتعب نفسي كويس اوي اوي وما اقلقش ان انا غلط لان في لعيبة بتقاف انها هتاخد الكورة عشان ما تغلطش يقولك طول ما الكورة بعيدة عني انا سليم وفي ناس كده في الملعة دي يعني اللي هو يجيله كورة روح لعيبها لواحد جنب ده لعب فردي يتخلص منها اه يتخلص منها ومش عايز يغلط مع اصلا انت هتغلط ايه لو الكورة جاتلك ما دي روح مش حلوة اصلا يعني عشان كده انا بقولي الجدعانة والروح وكل واحد يغطي زميله وكل واحد يحاول يطلع زميله بشكل كويس اعتقد ان الارادة القوى دي هتفرم معنا النهاردة اولا